نعود أيضا إلى أخبار الصحة وملفات الصحة حول العالم وزارة الصحة الإيطالية أعلنت عن ارتفاع حالات الإصابة بجدر القردة إلى 71 حالة يشار إلى أن فيروس جدر القدرة يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروس حبوب على الجلد وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحدهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة تصل إلى نحو 1% من المصابين مازلنا مع حضراتكم فيما خص أخبار فيروس جدر القردة وانتشاره ولكن هذه المرة في إنجلترا أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أنه تم تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس جدر القردة في البلاد ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 574 حالة كمان بيوجد 550 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في إنجلترا و16 في سكوتلندا و2 في أيرلندا الشمالية بالإضافة إلى 6 حالات فقط في ويلز ترجمة نانسي قنقر